اشتركوا في القناة تنام بطي نفسه بنفسه عند ورود مكالمة او رسالة نصية قصيرة فقد تخيل انك تنام بامان الله وفجأة يبدأ شيء بالحركة او الالتفاف على يدك بشكل دقيق يمكن القول بان هذا الجهاز هو اصغر هاتف ذكي بهذا الشكل ربما البعض منا يعرف هذا الجهاز او شبيها له خصوصا من يحبون الاجهزة صغيرة الحجم ولكن هذا الجهاز يختلف عن غيره بميزة واحدة هي انه عند فتح الشاشة في هذا الهاتف فانه يقوم ببخ العطر اي انه هاتف ذكي وعوة عطر بنفس الوقت ويمكن تعبئة العطر فيه عند نفاذه زيانج يانوانج 3838 اختراع صيني جديد هاتف ذكي وعلبة سجائر بذات الوقت كما نعلم فان الصين تعتبر اكبر دولة من حيث عدد السكان والكثافة السكانية وبها عدد كبير من المدخنين الشرهين لهذا قررت احد الشركات التي لم ترغب بالافصاح عن اسمها بصنع هاتف ذكي من جهة يعتبر علبة سجائر ومن الجهة الاخرى هاتف ذكي بسعر 175 دولار فقط ثاندر سوبر ريديو هاي فاي رغم ان هذا الجهاز لم يرغب به في عدد من المتاجر الا انه لازال معروضا في معارض CTIA في بلده الام تايوان وهذا له سبب بالطبع هو احتواء الجهاز على نظام صوتي يجعلك تقيم حفلة لوحدك يمكننا القول ان الموسيقى التايوانية تحب هذا الجهاز ما يميز هذا الجهاز عن غيره من الاجهزة هو البطارية حيث ان بطاريته ليست بطارية ليثيوم او كربون وانما هي بطارية سكر اي انها تعمل على اي شراب او محلول يحتوي على السكر قامت احدى الشركات بصنعه لان ابحاثها تقول ان هذه البطارية قد تحد من التلوث البيئي الحاصلي بسبب بطاريات الليثيوم والكربون فانت بهذه الحالة تمتلك هاتفا ذكيا وصديقا للبيئة كاميليفون في عام 2009 اجتاح بحر هذا النوع من الهواتف الذكية معرضا للاجهزة الذكية هذا الهاتف قدمته شركة فوجيتسو من تصميم هيرويوكي توبوتي وما يميز هذا الهاتف هو انه يمكن لشكله او مظهره الخارجي ان يتغير بناء على المكان الموضوع فيه الهاتف تماما كالحرباء ولهذا سمي كاميليونفون او هاتف الحرباء لا شك بان هذا الهاتف ممتع حقا ولكن هذا قد يكون سيئا لانك ستفقد الهاتف ان نسيت اين وضعته هو جهاز مدمج بين هاتف ذكي وروبوت هذا الهاتف لا يمكنه نقل الصوت فقط كباقي الهواتف ولكن به حساسات تلتقط تعابير وجهك ومشاعرك لتنقلها الى الشخص الذي يتحدث معك لكن يبدو ان مخترع هذا الهاتف نسي مكالمات الفيديو الكثير كانوا يحلمون بان يمتلكوا ادوات كالادوات التي كان يستخدمها جيمس بوند في افلامه والان الاحلام تتحول الى حقائق هذا الجهاز يشبه قلم الحبر حقا وبه العديد من الميزات كالهواتف الذكية الاخرى شاشة ملونة كاميرا مسجل صوتي والعديد من النغمات الصوتية والاشياء الاخرى ستون ماستر ثمانمائة الف فولت هذا الجهاز اثار ضجة كبيرة في العالم هذا الهاتف من الممكن ان يعمل ببطاريتين بدلا من واحدة وايضا هذا المكان ربما يعتبر صاعقا ولكن لان هذا يعتبر خطيرا فهذا الجهاز ممنوع في تسع ولايات امريكية وفي كندا وفي غيرها من الدول هذا الجهاز لا يمتلك شاشة باختصار هو ليس هاتفا ذكيا هو صاعق وحسب ويمكنك استخدامه لتجعل الناس يتكلمون وان لم يتكلموا تصعقهم للمزيد اشترك في قناتنا لمشاهدة كل ما هو جديد وممتع ترجمة نانسي قنقر